بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبل قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الفه وأكرمني بنور الفه اللهم افتح علينا أبا ورحمتك وانشر علينا خزا على علومك ورحمتك يا رحمة الرحمن الحمد للعندنا توفيق لأجل نواصل في دراسة الكتاب بداية الحكمة للمرحوم العلامة التباطباي رضوان الله تعالى عليه اليوم استلامت الصورة الرائعة من العلامة مع أسرته وإن شاء الله إذا لا أنسى أشارك معكم إن شاء الله هذه المرحلة التاسعة في السبق واللحوق السبق يقابل اللحوق واللحوق يقابل السبق إن شاء الله نوازه والقدم والحدوث القدم والحدوث أيضا يتقابل وفيها سلاسة وفصول هناك سلاسة وفصول في هذه المرحلة نحن اليوم إن شاء الله ندرس الفصل الأول الفصل الأول في معنى السبق واللحوق وعقصامهما والمعيه ما معنى السبق ما معنى اللحوق ما هي أقصامهما والمعيه معيه توجد هينما لا يوجد سبقون ولحوقون راهنا كمعيه يعني كلاهما في حالة واحدة ومستوى واحدة ليس السبق واللحوق خب إن من عوارد الموجود بما هو موجود لأننا في الفلسفة ملتزمون بأن ندرس أحوال الموجود بما هو موجود و العوارد العامة للموجود بما هو موجود إذا يكون الموجود بما هو مثلا جسم الإنسان خب هذا المتط إذا يكون مثلا هذا الموجود مثلا كلمة يسبق علم السعرف ونحب بس الموجود بما هو موجود يعني الأحوالات العامة للوجود يدرس في الفلسفة من الأمور التي تعرض للموجود وأن الموجود إما سابقون أو لاحقون ربما يكون متقارن فليس بسابق و لاحق إذن يعني إما سابق وليس بسابق والذي ليس بسابق إما لاحق أو متقارن وذلك أنه ربما كان لشيئين بما هما موجودان نسبتون مشتركتون أو مشتركتون إلى مبدعين وجودی ونقارنون نسبة بینهما وذلك المبدع لكن لأحدهما منها یعنی من تلك النسبة ما ليس للآخر یعنی النسبة مشتركة من فرق المشتركة لا تعني متساوية هناك نسبة مشتركة ولكن ما فرق كنسبة الاثنين والثلاثة إلى الواحد اثنين له نسبة واحد ثلاثة إذن ولكن هناك فرق لكن الاثنين أقرب إلى الواحد من الثلاثة الثلاثة أبعد بالمقارنة إلى الاثنين فَيُسَمَّا سَابِقًا وَمُتِقَدِّمًا یعنی الان الاثنين بما أنه أقرب نقول الاثنين سابق أو متقدم وَتُسَمَّا سَلَاثةُ لَاحِقَةً هذا لا يجب أن تكون متسلا به حروف بعدها یعنی حقه ليس لا حقه لاحقه خطف طبع وَتُسَمَّا سَلَاثةُ لَاحِقَةً وَمُتَأَخِّرَةً وَرُبَمَا كَانَتِ النِّسْبَةُ الْمُشْتَرَكَ مِنْ غَيْرَ تَفَابُتٍ بَيْنَ الْمُنْتَسِبَعِنَ ليسه اونا که سبق و لحوق فَتُسَمَّا حَالُهُمَا بِنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مَعِيَّهِ وَهُمَا مَعَان مَعَان مُسَنَّا لِمَعَةِ مَعَةِ في نفسها لا يمكن أن يُسَنَّا ولكن يُؤْخَذ من اسم و ذاك الاسم يمكن أن يُسَنَّا وَقَدْ عَدَّو افن قَدْ عَدُو عَدَّ يَعُدُو قَدْ عَدُو لِسَّبْقِ وَاللُّهُوْقِ اَقْسَامًا هَلْ هُونَا كَ حَسْرٌ وَقَلَائِي وَعَقِلِي معنى مثلا نقول في بعض الأحيان تتذكرون نقول الْأَمْرُ إِمَّا هَذَا أَوْلَ تَقْسِيمُ السَّنَائِي نضا يكون هذا بعض الأحيان اما ذاك أَوْلَ حَسْر بَيْنَنَ نَفْي وَالْإِثْبَات وَالْحَسْرُ السَّنَائِي فَأَقْلِي لأنه لا يمكن اجتماع النقيدين ولا ارتفاع النقيدين اما هنا ليس عندنا استدلال عقلي برهان يقول يجب أن يكون أَقْسَامُ السَّبْقِ وَاللُّهُوْق هَذِي الْمَوَارِدِ يمكن يكون أكثر على الأقل في الفرد في مقام التصور لذا ذلك اللهم يقول عَثَرُوا عَلَيْهَا يعني على هذه الأقسام بالاستقرار استقرار يعني عد الجزئيات للحصول على ادعاء كلي ومورد كلي نحن اما نتعب من الجزئي للكلي ومن الجزئي للجزئي آخر ومن الكل للجزئي الكل للجزئي قياس في المنطق الجزئي للجزئي تمثيل جزئي لكل استقرار استقرار قد يكون تام قد يكون ناقص هذي الأمور يدرس في المنطق خب هذي الموارد بالاستقرار لحنو لا ندعي لا يمكن يعني يكون هناك نوع آخر قسم آخر لا يمكن أن يكون خب اولا منها السبق الزماني هذا واضح يمكن أن يفهم نفس و تعبير يعني الزمان هو الأمر المشترك و إذا يكون شئون سابقا في الزمان شئون آخر نقول هذا سابقا في الزمان مثلا ولادت الإمام الحسن كان أسبقا زمانا من ولادت الإمام الحسين هذا سبقا في الزمان و هو سبقا الذي لا يجامع فيه السابقا اللاحقا يعني في تلك المرحلة الأولى السابق موجود واللاحق لا يجاد بعده كتقدم أجزاء الزمان بعدها على بعد هذا بالنسبة زمان نفسهي مثلا أمس قبل اليوم أو تقدم زمانيات يعني الحوادث الواقع في الزمان هنالله يقول زماني ولكن بعد ذلك بالأخير يقول لحوق الزماني الزماني يعني ما وقع في الزمان في ظرف الزمان بسبب زمان الحوادث الزماني أيضا بينهما السابق والحوق كالأمس على اليوم وتقدم الحوادث الواقع في الزمان السابق على الواقع في الزمان اللاحق ويقابله اللحوق الزماني الولادة اليوم الولادة بعد سننا بما أن اليوم والسنة القادمة بينهما السابق والحوق ما حدث فيهما أيضا بينهما السابق والحوق هذا قسم الأول هذا واضح عادة نحن أيضا نقول سبقا عادة يعني في الزمان ومنها السابق بالطبع وهو تقدم العلت ناقصة على المعلول تتذكرون لأجل أن يتحقق المعلول يجب أن تتوفر أجزاء العلت الطامة إذا كل الأجزاء موجودة فنقول العلت الطامة متحققة إذا يكون بعض نقول علت ناقصة خب تقدم العلت ناقصة على المعلول مثلا تقدم الإثنين على السلاسة لا تريدون سلاسة أنتم بحاجة إلى الإثنين يعني لا يمكن تحقق السلاسة من دون الإثنين ولكن يمكن أن يتحقق الإثنين وليس أنتنا ما يكمل الإثنين إلى السلاسة يمكن أن ليس موجودة لأننا نقول إلا ناقصة يعني وجود الإثنين لا يؤدي باليقين إلى وجود السلاسة هون الأجزاء اللازمة علت ناقصة في تقدم بين الإثنين والسلاسة على السلاسة يسمونه السبق بالتبع إذا يكون الأمر بين العلت تامة والمعلول هنا يسمونه بالسبق بالعلية مثلا النار مع جميع الشرائط و عدم الموانع يؤدي إلى إحراق إذا كل العوام الموجودة إذا علت تامة موجودة فالسبق والسبق بالعلية العربة السبق بالماهية أيضا يسمونه التقدم بالتجوهر يعني جوهرت الشيء ذات الشيء يحتاج إلى بعض الأجزاء الجنس القريب والفصل القريب معا يشكلان النوع خب تقدم الحيوانية مثلا على الإنسان و تقدم الجسمية على الإنسان حيوانية جنس قريب إذا نتبه للأجناس البعيد جسم النامي و جسم أو جوهر هذه كلها تسبق الإنسان و تقدم إلا للقوام على معلولها إلا للقوام يعني جنس والفصل ليس إلا للغائية و إلا للسورية هاتان خارج الشيء كتقدم أجزاء الماهية النوعية إلا للقوام تقدم الإنسان و الявين ألا للناطق أفن الإنسان و الناطق آلا للإنسان الإنسانو حيوانو ناطق الهيوان جنس والناطق فصل الجنس والفصل يتقدمان على النوع و عد منه تقدم تقدم الماهية على لوازمها إذا تتذكرون قلنا الزوجية من لوازم الأربعة و الإمكان من لوازم الماهية و هذا لوازم قد يكون خارج لازم ضروري مثل هذا قد يمكن يكون مفارق الآن هنا لازم نوه من لوازم إذا يكون هكذا يقولون هذا من تقدم بالماهية و تجهر و يقابله اللهوغ و تأخر تقدم بالماهية و تجهر یا لهوغ سبق و تقدم من جانب لهوغ و تأخر من جانب آخر و تسمى هذه الأقسام الثلاثة يعني ما بالطبع للعلت الناقصة و ما بالعليه للعلت التامة و ما بالتجهر لأجزاء النوع و لازم الماهية يعني الماهية بالنسبة لاللازمه ها يقال سبقا و لهوغا به ذات يعني اسم زائد يجمع بین ثلاثة انواع من السبق و لهوغ اسم جامع سواء يكون بالطب و بالعلية و بالتجهر يمكن نقول بالذات الغسم الخامس السبق بالحقيقة في مقابل مثلا بالمجاز و بالعرز والمجاز مثال هذا الشيء القسم الخامس واضح كم مرة ذكرنا هذا المثال إذا يجري الماء في الميزاء به قدر كسي جدا قد يقال جر الميزاء من الميزاء لا يجري الماء يجري كأنه الميزاء اذن جرام الماء اسناد الجريان الى الماء حقيقیون الماء يتلبس بالجريان حقيقا ولكن اسناد الجريان الى الميزاء بالتوسع و بالتجهوز بالعرز والمجاز ليسه بالحقيقة فجريان للماء متقدمون الى الجريان للميزاء بالحقيقة و منها السبق بالحقيقة و هو ان يتلبس السابق به معنى من المعانی به ذات و يتلبس به اللاحق بالعرز هنه در المعنى مثلا مثل جريان كتلبس الماء بالجريان حقيقا و به ذات و يتلبس الميزاء به یعنی بالجريان بالعرز يقابله اللحوق بذات المعنى یعنی مثلا ميزاء لاحقون بالعرز هذا القسم من مازاده صدر المتعلهين قبل صدر المتعلهين ما كانوا يعودون هذا من انواع السابق واللهوق ولكن هو التفت اله و من ها السابق و تقدم بالدهر مير داماد و سيد الداماد هو اندهو فکرة فکرة الحدوث الدهری في البحث حول الحدوث والقدام انشاء الله ندرس هذا الدهر الدهر لمرداماد يشبه زمان للمادیات مادیات في زمان مجردات لایسا اندهو تدرج لایسا اندهو قوه لایسا اندهو حرکه لا يوجد زمان في المجردات بلکن ميرداماد يقول يوم كه نفترد الشيئن يشبه الزمان لایسا زمان لایسا نعرف التقدم التأخر للمجردات ظرف للمجردات هو يسميه به دهر منها السبق و التقدم به دهر به هذا المعنى دقیق و مصطلح من قبل ميرداماد صاحب القبسات هو كان من الفلسفة الذين كانوا يكتبون به شكل معقد ربما كان ينوي به دهر هذه الالت طام مرة ننظر إليه بما أن ها الالت طام ف عندنا قسم خاص قلنا تقدم بالاللية نعم الآن ذكرنا تقدم بالاللية قلنا إذا تقدم للالة ناقصة ف نسمي بالتعب ولكن إذا يكون للالة طام بالاللية ميرداماد لا يلتفد إلى هذا يعني احتمامه ليس هذا هذا له اسم لا من هيس إيجابها لوجود المعلول وإفاظتها له كما في التقدم بالاللية لا هو ينظر إلى مسألة أخرى بل من حيث فكاك وجودها ون فصاله ان وجود المعلول یعنی نحن في مرتبة العلّة لا نجد المعلول معلول في مرتبة دونها معلول لا يوجد في مرتبة العلّة هذا ليس مكان مكان حسي و زمان ولكن ظرف عقلی هو يسميه بده من حيث ان فكاك وجودها ون فصاله عن وجود المعلول و تقرر نوم عنوان المرحلة كان في السبق واللهوق والقدم والحدوث انشاء نتكلم مولا القدم والحدوث و اقصام همان خب و منها و منها السبق و تقدم بالرتبة و منها المترتبة و منها فإنك تبدأ من الفوق و ننزل و نبدأ من التحت و نصعد والثاني كالإمام والمأموم و ثو بحسب الوضع والاعتبار فإنك إني اعتبرت المبدأ هو المحراب خب من هو يكون أقرب في هذه الجماعة ما يكون الأقرب للمحراب الإمام والإمام متقدم إني كالإمام إني اعتبرت المبدأ هو المحراب كان الإمام هو السابق و من يلیه من المأمومين صف الأول بعد ذلك صف الثاني صف الثالث صف الراب ثم من يلیه على من يلیه يعني من يل الإمام مباشرة يكون متقدم على من يلی من يلل الإمام يعني صف الثامي و إني تبرت المبدأ هو الباب خب عادة باب المسجد مقابل المحراب نعم حتى الناس يذهبون يدخلون يخرجون لا يؤثر على المأمومين لو كانت باب عند المحراب هذا ليسه صحيح باب مقابل المحراب إذا نبدأ من المحراب الإمام يسبق الآخرين بعد ذلك صف الثاني صف الثالث الآخر إذا نبدأ من الباب الصف الآخير يكون أقرب بعد ذلك صف ما قبل الآخير حتى يكون الإمام هو الآخر قسم الآخر صف الآخر صف الآخر بشرف نقول الآلم أسبق من الجاهل بشرف يعني يسبق الجاهل في شرف العلم ربما هذا الجاهل في فضيلة الآخر هو أسبق هذا جهي آخر مثلا هذا الجاهل ولكن مثلا سخيون والعالمون مثلا بخیلون في تلك الجهة الجاهل يسبق الشجاع والجبان الشجاع و يسبق الجبان بشرف يعني بشرف لأنه شجاع عنده فضيلة و شجاع خب هذه اقسام سمانية للسبق واللهوق انشاء الله عندنا فصلان آخران قولنا هذا المرحلة في ثلاثت فصول الفصل الثاني في ملاك السبق في اقسام الفصل الثالث في القدوم والحدوث و اقسام هذا الفصل مهم جدا في علم الكلام والفلسفة و يحتاج إلى دراسة فإنشاء الله في الجلسة القادمة وإنشاء الله أقول ما تكون دست قادمة إنشاء الله ندرس الفصل الثاني والثالث من هذه المرحلة الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر